أفي ثوابت المصالح الاستراتيجية دعا مع حد السلام الأمريكي إدارة بايدن لفتح فصل جديد من العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع العراق بما يتجاوز موضوع الأمن يطال قضايا أوسع بينها التحديات الاقتصادية والاقليمية والمناخية التقرير الأمريكي شار إلى أن التقلبات في العلاقات بين بغداد وواشنطن منذ العام 2003 مختلفة بعد زيارة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ومشاوراته الواسعة مع مختلف القطاعات الأمريكية إلى جانب الإرادة لتجاوز مصاعب الماضي مع تحقيق التوازن بين العديد من المصالح والأطراف الفاعلة المتنافسة ولفت أيلا أن الدعم من جانب الإطار التنسيقي لزيارة السوداني قد يوفر فرصة أكبر للتقدم مقارنة بالمرات السابقة مضيفا أن الكرة الآن في ملعب العراق لتهيئة ظروف التي تجذب الشركات الأمريكية للعمل والاستثمار في العراق بأمان مقابل تفهم الولايات المتحدة بأن التغيير في العراق يستغرق وقتا وأن الدعم الأمريكي يبقى بالغ الأهمية